استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيارته التي بدأها اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لبحث عدد من ملفات الاستثمار محل الاهتمام المشترق وفي مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن مصر والسعودية تجمعهما شراقة استثمارية قوية تسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين مشيرا إلى أن هذه الشراقة ستعزز بعد التوقيع على اتفاقية تجديع وحماية الاستثمار بين البلدين وبدوره أكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المشترقة وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لحل المشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يوجد توجه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي خاصة أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات ترجمة نانسي قنقر